إِنِّي صَدُوقٌ مُصْلِحٌ مُتَرَدِّمُ سَمُّ مُعَادَاتِي وَسِلْمِي أَسْلَمُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعًا عَلِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في لقاتنا اللي بتتجدد عشان نقرأ مع بعض كتاب السيرة المطهرة والجزء اللي بنقراد الوقتي من الكتاب هو الجزء اللي بيتكلم عن أوجه الخلاف الرئيسية اللي كانت موجودة بين سيدنا أحمد عليه السلام وبين المولويين بتوع الهند في زمنه واللي استغلتها قوة الشر والفساد اللي عايزة تسيطر على العالم عشان تفصل الجماعة الإسلامية الأحمدية عن الأمة الإسلامية وبكده تعز الجماعة اللي أنشأها الله تعالى لكسر الصليب وتحقيق نصر الإسلام وظهوره على الدين كله وفي الحلقتين اللي فاته اتكلمنا عن موضوع وفاة المسيح وقلنا أن في زمن سيدنا أحمد كان المسلمين متصورين أن سيدنا عيسى ما متش زي بقية الأنبياء وأنه ترفع للسماء وأنه عايز فيها من ألفين سنة وهو بنفسه اللي حينزل في آخر الزمان عشان يكشر الصليب وينشر الإسلام ولما أعلن سيدنا أحمد وفاة المسيح ابن مريم وأنه هو المسيح المغود للأمة الإسلامية هاجي المولويين وماجوا وحكموا عليه وعلى جماعته بالكفر وخرجوهم من الإسلام لكن مجموعة من علماء الدين المسلمين في مصر قاموا بدراسة موضوع وفاة المسيح واستعانوا برأي العلماء في العصور الأديمة وفي العصر الحديث وانتهوا إلى أن المسيح ابن مريم عليه السلام مات كغيره من الأنبياء وأنه لم يرفع بجسده إلى السماء وبالتالي يبقى مش هو بنفسه اللي حينزل في آخر الزمان نقطة الخلافة التانية هي عن موضوع ختم النبوة واعتبار نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي النبوة التي لا يمكن تيجي في ظلها أي نبوة تانية والخلاف ده لسه لا يزال على أشده بين جمهور المسلمين وبين أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية وإحنا بنرجو من حضرات العلماء الأفاضح ومن جمهور المسلمين عامة أنهم يوزنوا الأمور بميزان العقل والمنطق في ظل كل ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله وقال لا يتسرعوا بالإدانة والتكفير زي ما عمل المولويين المتعصبين أيام الإمام المهدي عليه السلام في قضية وفاة المسيح ابن مريم وبعدين بعد مرور فترة من الزمن أقرر علماء المتنورين والنخبة المثقفين بصحة الرأي اللي قاله سيدنا أحمد عليه السلام ويتركز الخلاف في موضوع ختم النبوة حول الآية الوحيدة اللي وردت في سورة الأحزاب وهي قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم ولازم نأكد هنا أن سيدنا الإمام المهدي عليه السلام كان بيؤمن كل الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بحق خاتم النبيين وكتب عن الموضوع ده يقول ما يلي وبعزة الله وجلاله هني مؤمن مسلم وأؤمن بالله وكتبه ورسله وملائكته والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت وبأن رسولنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاتم النبيين حمامة البشرى الخزان الروحية جزء 7 صحيح 24 ده الكلام ده ألوه باللغة العربية وقال كمان ما تعريبه إن التهمة التي تلسق بي وبجماعته أننا لا نؤمن بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إنما هي افتراء عظيم علينا إن القوة واليقين والمعرفة والبصيرة التي نؤمن بها ونتيقن منها بكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا يؤمن الآخرون بجزء واحد من المائة ألف جزء منها الملفوزات جزء واحد صفحة 342 وشرح سيدنا أحمد رأيه في موضوع ختم النبوة فقال ما يلي اعلموا أننا نؤمن بأن القرآن هو آخر الكتب ونهاية الشرائع ولا نبي بعده إلى يوم القيامة بمعنى أن يكون صاحب شريعة أو يتلقى الوحي دون واسطة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بل إن هذا الباب مغلق إلى يوم القيامة أما نوال نعمة الوحي بالمتابعة النبوية فأبواب مفتوحة إلى يوم القيامة ولن ينقطع أبدا ذلك الوحي الذي هو ثمرة الاتباع النبوي يعني ثمرة الاتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما النبوة التشريعية أو النبوة المستقلة فقد انقطعت ولا سبيل إليها إلى يوم القيامة ومن قال إني لست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وادعى أنه نبي صاحب شريعة أو من دون الشريعة وليس من الأمة فمثله كمثل رجل غمره السيل المنهمر فألقاه وراءه ولم يغادر حتى مات وتفصيل ذلك هو أنه حيثما بشر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء أشاره نالك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نظرا إلى روحانيته بمنزلة أب لأولئك الصلحاء الذين يتم تكميل نفوسهم بواسطة المتابعة والذين يشرفون بالوحي الإلهي والمكالمة مع الله كما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كلام ده تعليق على مناظرة بين الشيخ البطالوي اللي هو محمد حسين البطالوي والشيخ الججرالوي الخزائن الروحية جزء 19 صفحة 213 و215 وعلى هذا يبقى الخلاف اللي بين الجماعة الإسلامية الأحمدية وبين غيرهم من المعارضين مش خلاف على كون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا لا فكل من الفريقين بيؤمن ويقر ويعترف بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بحق خاتم النبيين إنما الخلاف هو في معنى جملة خاتم النبيين اللي جاهد ذكرها في كتاب الله في سورة الأحزاب وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث شريف إنها صف التكريم أعطاها الله له وحده تفضيلا على سائر الأنبياء والمرسلين ضمن ست صفات تانية لم يؤتها الله لحد من الأنبياء السابقين بل اختصوا بيها الله تعالى تكريما لشأنه وحددها صلى الله عليه وسلم وذكر منها قوله وختم بالنبيون لهذا ما فيش مسلم يؤمن بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم يقدر ينكر كون رسول الله خاتم النبيين ووضح سيدنا أحمد عليه السلام الموضوع ده تمام الوضوح ورغم كده فاللي بعرضوا الجماعة الإسلامية الأحمدية ما بيبطلوش يتهموهم بأنهم لا يؤمنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ودي تهمة باطلة وفرية كاذبة يبرأ منها المسلمين الأحمديين براءة الزئب من دم ابن يعقوب طيب إيه الدعي بقى للخلاف بين الجماعة الإسلامية الأحمدية وغيرهم من طواقف المسلمين على الموضوع ده السبب هو أن الجماعة الإسلامية الأحمدية بيطرى في معنى خاتم النبيين رأي ويرى غيرهم رأي تاني والجدير بالذكر أن الرأي لابتراه الجماعة الإسلامية الأحمدية بيتفق تماما مع رأي العديد من علماء الأمة الإسلامية من نشأتها وعلى مدى تاريخها الطويل فأفراد الجماعة مش مبتدعين ولا خارجين على ما تعرفت عليه الأمة ولا ينكروا ما هو معروف من الدين بالضرورة وإنما بينكروا ما فيه تعارض واختلاف لكلام الله تعالى وبينكروا المعنى اللي ما فيهوش إعلاء وتكريم لشأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودلوقتي عاوزين نحاول نفهم مع بعض معنى قوله تعالى في سورة الأحزاب وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي الله تعالى بينفي عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان أب لحد من الرجال في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني محمد مش أب لحد من رجالكم واستعمال حرف الاستدراك ولكن بعد نفي الأبوة الجسدية بيأكد إثبات الأبوة الروحية الشاملة بكون رسول الله وخاتم النبيين ولا شك أن من مقتضى الأبوة الروحية وجود الأبناء الروحيين اللي يكونوا بمثابة الوارثين لفضل خاتم النبيين وعلشان كده الأبوة الروحية الشاملة دي تمنع أنه ييجي بعده بعد سيدنا محمد نبي مستقل عنه يعني نبي يكون حاز على درجة النبوة ووصل إلى مقام النبوة من غير اتباعه صلى الله عليه وسلم فالنوع النبوة النوع ده من النبوة خلاص انسد بابها وانفرط عقدها وانتهى أجلها وانقطع زمانها ومن المعروف أن حرف الاستدراك لكن بيستخدم لينفي شيء ويثبت شيء آخر من نفس الجنس يعني لابد يكون فيه علاقة علاقة اشتراك بين المنفي قبل حرف الاستدراك وبين المثبت بعده زي ما ربنا بيقول في الآية فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فهنا بينفي عماية ويثبت عماية أخرى فالعماية هي العلاقة المشتركة بين المنفي والمثبت كمان لما تقول ما هذا أحمر ولكنه أخضر طب أنت بتنفي لون وبتثبت لون تاني فاللون هو العلاقة المشتركة بين المنفي والمثبت بين اللي قبل لكن واللي بعد لكن وعشان كده ما ينفعش انك تقول مثلا ما هذا أحمر ولكنه حصان فما فيش علاقة مشتركة بين اللون والحيوان اللهم إلا إذا كان الحصان لونه أحمر فتبقى العلاقة المشتركة موجودة بين الألوان وفي الآية اللي بنتكلم عنها آية ختم النبي بنشوف إن حرف الاستدراك ولكن بيسبقه نفيكون رسول الله أب لحد من الرجال ما كان محمد أبى أحد من رجالكم وبيتبعوا بيجي بعد لكن إثبات كونه رسول الله ولكن رسول الله وما فيش أي علاقة ظاهرة بين الأبوة المنفية والرسالة المثبتة اللهم إلا إذا كان المقصود من إثبات الرسالة إنه هو رسول الله هو إثبات أبوته الروحية لكل المؤمنين يعني كون إنه رسول الله يعني إنه هو أب للمؤمنين كلهم وبذلك تتأكد العلاقة المشتركة بين الأبوة الجسدية المنفية وبين الأبوة الروحية المثبتة وبكده يستقيم المعنى خصوصا وإن الصورة نفسها ذكرت في أولها إن زوجاته صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين فقال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم طبعا إذا كانت أزواج النبي أمهات للمؤمنين فمن الأولى إنه هو يكون أب للمؤمنين وبكده تتضح الحكمة من استخدام حرف الاستدراك ولكن في الآية الكريمة وإن الغرض من استخدامه هو الاستدراك من نفي الأبوة الجسدية وإثبات الأبوة الروحية بكونه رسول الله وكان لابد من الاستدراك في الآية عشان إثبات الأبوة الروحية دي لأن نفي الأبوة الجسدية يتفهم منه إيه إنه هو صلى الله عليه وسلم أبطر ما عندوش أولاد وكان العرب يعياره الراجل إذا كان أبطر ما عندوش ولد من الذكور ولذلك رد القرآن الكريم في سورة الكوثر على أعداءه صلى الله عليه وسلم وأكد لهم أنه مش أبطر بل عدوه هو الأبطر فقال إن شانئك هو الأبطر ولما كان نفي الأبوة الجسدية في الآية اللي بنتكلم عن عليها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حيتفهم منها طبعا أنه كان أبطر وده بيتعارض مع آية سورة الكوثر اللي بتنفي كونه أبطر عشان كده عشان ما يبقاش في تعارض بين كلام الله كان من المحتم استخدام الاستدراك لتأكيد إثبات أبوته الروحية فكونه رسول الله يثبت أنه الأب الروحي لأمته وكونه خاتم النبيين فيه برضو معنى الأبوة الروحية الشاملة اللي تعني استحالة وجود نبي مستقل عنه يعني نبي يوصل لهذا المقام العظيم من النبوة من غير ما يكون من أبنائه الروحيين وبغير ما يكون من أتباع الميامين اللي يجدوا الفضل من الله من خلال طاعتهم الكاملة لله تعالى واتباعهم لسنة رسوله وبهذا ينقطع كل احتمال في أنه ييجي أي نبي من الأنبياء الأوليين الذين خلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنبياء دول كلهم حصلوا على مقام النبوة بفضل الله الخالص ولكن مش بفضل اتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين دول هم إخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم مش أبنائه لأن أبنائه هم أتباعه المخلصين اللي نالوا الهداية منه واللي بيستضيقوا بنوره وبيكونوا زي الظل بتاعه وتظهر عليهم أنواره وبكده يبقوا مطبوعين بختم خاتم النبيين فهو لكونه خاتم النبيين يبقى ختم التابعين له وطبعهم بختم نبوته يعني لازم يبقوا مسلمين زي ما هو مسلم فنبوتهم ما هيش شيء مستقل ولا منفصل عن نبوته صلى الله عليه وسلم بل هي نفس نبوته اللي أينعت وأثمرت وآتت أكلها بإذن ربها وفي ذلك بيقول سيدنا أحمد ما تعريبه إن الله عز وجل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخاتم أي وهبه لإفاضة بركاته الروحانية خاتما لم يوهب لأحد من الأنبياء مطلقا لذلك فقد سمي بخاتم النبيين بمعنى أن اتباعه يمنح كمالات النبوة وتربيته الروحانية توصل الإنسان إلى مقام النبوة ولم يؤت هذه القوة القدسية أحد من النبيين سواه حقيقة الوحي الخزائن الروحية جزء 22 صفحة 100 الهامش كذلك كتب يشرح دعواه وما أعلم عن نفسه فقال إيه لقد حزت هذا الشرف شرف النبوة يعني بسبب اقتدائي للنبي صلى الله عليه وسلم فقط فلو لم أكن من أمته صلى الله عليه وسلم ولو لم أقتد به لما نلت شرف المكالمة والمخاطبة أبدا حتى ولو كانت أعمالي مثل سائر جبال الدنيا لما حزت هذا الشرف للمكالمة والمخاطبة إطلاقا لأن النبوات بكل أنواح قد انقطعت ما عدا النبوة المحمدية لا يمكن أن يأتي نبي بشرع جديد ويمكن أن يأتي نبي بغير شريعة بشرط أن يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أولا فبناء على ذلك أنا نبي ومن أمته صلى الله عليه وسلم أيضا تجليات الإلهية لخزائن الروحية ولفأضيح معنى النبوة المستقلة والنبوة التشريعية والنبوة الغير التشريعية نقول إن النبوة قبل الإسلام كان كلها نبوة مستقلة والنبوة المستقلة دي بتنقسم إلى قسمين نبوة تشريعية ونبوة غير تشريعية وكل نبي من القسمين دول كان بيختاره الله تعالى بفضله المحت دون اشتراط اتباعه لسنة أي نبي من الأنبياء اللي سبقوه وده هو معنى الإسطلاح نبي مستقل أو النبوة المستقلة النبوة التشريعية هي بقى اللي يختار الله فيها نبي مستقل ويؤتيه شرع يحكم به بين الناس ويكون اختيار الله لذلك النبي اختيار مباشر بفضله تعالى من غير التزام النبي باتباع سنة حد من الأنبياء اللي سبقوه وكمثال على هذا النوع من الأنبياء نذكر سيدنا موسى عليه السلام اللي اتاه الله شريعة التوراة وسيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم اللي اتاه الله شريعة القرآن فكلاهم اتاه الله شرعا وكلاهم كان نبي مستقل النبوة الغير تشريعية هي اللي يختار الله فيها نبي مستقل برضو ولكن لا يؤتيه شرعا وإنما يتبع الشريعة اللي سبق أنزلها الله تعالى ويكون اختيار الله لذلك النبي اختيار مباشر برضو بفضله تعالى من غير التزام النبي باتباع سنة حد من الأنبياء اللي سبقوه وكمثال على هذا النوع من الأنبياء نذكر هارون عليه السلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل اللي لم يؤتي الله أي أحد منهم شريعة وإنما كانوا جميعا تابعين لشريعة التوراة وهي الشريعة اللي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام وتم اختيار كل منهم بخالص فضل الله ودون اشتراك اتباع أي حد فيهم لسنة موسى عليه السلام لأن ما كانش فيه لموسى عليه السلام سنة ملزمة يجب اتباعها كما هو شأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يبقى جميع الأنبياء اللي جن في الدنيا دي من أول آدم إلى سيدنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام كانوا أنبياء مستقلين والنبوة اللي كانت معروفة في العالم كانت نبوة مستقلة يعني الله تعالى يعني الله تعالى كان بيختار النبي اختيار مباشر من غير اشتراك اتباع ذلك النبي لسنة حد من الأنبياء اللي سبقوه والنوع ده من النبوة المستقلة انتهى ببعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأنه هو الوحده كان الرسول اللي شرفه الله تعالى فقضى أن تكون سنته صلى الله عليه وسلم هي التفسير العملي لتشريع كتابه العزيز فهو النبي الوحيد اللي له سنة ملزمة الاتباع اللي ينكرها أو يتركها يبقى ترك جزء من الشريعة وعلى هذا تبقى النبوة المستقلة يعني النبوة اللي اختار الله فيها نبي مستقل غير تابع لسنة حد من الأنبياء قاد انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم اظن ما فيش حد يقدر ينكر هذا الكلام وحيث ان التشريع اكتمل في كتاب الله القرآن وبينته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تبقى انتهت كمان النبوة التشريعية يعني النبوة اللي اختار الله فيها نبي ويوحي اليه بشرع جديد وعلى هذا تبقى جميع اشكال النبوة اللي كانت معروفة قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاد انتهت وطبعا مش ممكن اي حد من المسلمين ولا من علماء المسلمين ولا من افراد الجماعة الاسلامية الاحمدية يختلف على هذا الرأي خلاص ولكن لما كانت النبوة نعمة كبرى من نعم الله تعالى بل هي اعظم النعم الرحنية قاطبة ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ولم تكن بعثته سبب لحرمان امته من اي نعمة نالتها الامم السابقة لذلك شاء الله تعالى بخالص فضله ورحمته انه يوهب الامة اللي جعلها غير امة ان اخرجت للناس يوهبها نوع جديد من النبوة ما كانتش معروفة قبل كده وهي النبوة التابعة والنبوة التابعة دي نبوة غير تشريعية يعني نبوة ما ينزلش الله فيها تشريع جديد بل يلتزم فيها النبي التابع بالشريع الاسلامية الكاملة لا ينقص منها حرف ولا يضيف اليها امر والله تعالى لا يعطي هذا النوع الفريد من النبوة التابعة الا للي يكون تابع لسنة خير الرسل صلى الله عليه وسلم فكل باب للرحمة افل الا باب ذلك النبي الاعظم وكل نبوة انتهت الا نبوة ذلك الرسول الاكرم لانها هي النبوة اللي كتب الله لها انها تبقى وتدوم الى قيام الساعة ومن بركتها انها بتمهد السبيل للمؤمن الصادق اللي يتشرف بطاعة الله تعالى ويتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انه يوصل الى مقام النبوة اذا شاء الله تعالى اختياره لهذا المقام اما بدون طاعة الله تعالى وبغير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والتمسك بسنته فلا يمكن ان حد يوصل الى هذا المقام ولا يمكن ان يختار الله تعالى حد يكون نبي على هذا المقام مهما كان عمله ومهما عظم جهاده ومهما زاد فضله ان ما كانش اولا من بين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبوة القائمة على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم اللي لا تأتي بشرع جديد وانما تلتزم بكل ما جاء في شرع محمد صلى الله عليه وسلم هي النوع الوحيد والجديد من النبوة اللي ما كانتش بطبيعة الحال موجودة قبل بعشة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي من بركات النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم يزبغها الله تعالى اذا شاء على اتباع رسوله الكمل المخلصين وهي دي النبوة بعينها اللي اعلنها سيدنا احمد عليه السلام بصفة الامام المهدي والمسيح الموعود فهو تابع من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه الله تعالى باختياره لهذا المقام بفضل طاعته سبحانه وطاعت رسوله صلى الله عليه وسلم فالنوع ده من النبوة في الحقيقة هو انعكاس وتجلي لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتداد لها وظل من ظلالها ونور من انورها وقبس من اضوائها وهدم من هداها النوع ده من النبوة زي الامر اللي بيستمد نوره من الشمس فلو ما كانتش الشمس موجودة ما كانش الامر ينور ولا يبن مهما بلغ حجمه النوع ده من النبوة ما يقللش من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ضوء الامر ما يقللش من نور الشمس لان الامر ما بينورش إلا بفضل نور الشمس والنوع ده من النبوة لا يتناقض بتاتا مع كون الرسول الله آخر الرسل وخاتم النبيين فهو آخر جميع أنواع النبوات اللي كانت في الدنيا من قبله ولكن الله تعالى اختصه بنوع جديد وفريد من النبوة لم يهبه لأحد غيره من الأنبياء وده كان أحد أسباب تفضيله على كل الأنبياء السابقين فذكر صلى الله عليه وسلم أنه تعالى فضله على النبيين بست خصال ذكر منها قوله وختم بالنبيون فهو بمجيئه أغلق كل باب للرحمة إلا بابه هو وانتهت كل النبوات السابقة إلا نبواته هو وانقضى كل فضل إلا فضله هو اللهم صلي عليه وعلى أتباعه الكاملين الصادقين إلى يوم الدين يا رب العالمين وكتاب الله القرآن بيأيد النوع الفريد ده من النبوة بل وبيحض المسلمين بيحض المؤمنين على الدعاء لنوال مقامها وفي سورة الفتحة علمنا الله تعالى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وألزمنا الله تعالى أننا نقرأ الدعاء ده في كل ركعة من كل صلاة وكل مؤمن مخلص من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بيدعو بالدعاء العظيم ده ما لا يقل عن تلاتين مرة في اليوم الواحد باعتبار عدد ركعة الفرود والسنن والنوافل فإيه النعم دي إيه هي النعم دي اللي ربنا بيحض المؤمنين أنهم يدعوه عشان ينالوها ومين هم دول اللي ربنا أنعم عليهم واللي صاروا على الصراط المستقيم فإدروا بفضل الله أنهم ينالوا النعم ديا القرآن العظيم بيجاوب على الأسئلة دي ويقول ومن يطع الله هو الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مين اللي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم فالله تعالى بنفسه بيحث المؤمنين في سورة الفتحة أنهم يدعوه دايما ويكرروا الدعاء في كل ركعة من صلاتهم عشان ينالوا البركات والنعم اللي نالها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين زي ما هو مذكور في سورة النساء وعلى ذلك فمن المستحيل أن الله يأمر عباده بأنهم يدعوه عشان ينالوا نعمة معينة وبعدين يقفل هو باب النعمة دي ويحرم منها عباده المؤمنين ويجعل نوالها مستحيل ولما نضع دعاء سورة الفتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا عمت عليهم مع آية سورة النساء جنب بعض يتضح لنا أن نعمة معية الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم اللي فاتت هي النعم اللي شرف الله بيها هذه الأمة أيضا وهو حد ظن أن المقصود من معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم اللي فاتت هو مجرد مصاحبتهم في الجنة فقط بدون نوال درجتهم اللي حصلوا عليها في الدنيا فده يبقى ظلم عظيم للأمة اللي وصفها الله تعالى في القرآن بأنها خير أمة أخرجت للناس وتفسير الآية الكريمة بهذا الشكل معناه إيه معناه أن أقصى ما يمكن أن يطمع فيه المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مقام يمكن أنهم يوصلوا له نتيجة طاعتهم الله وطاعتهم الرسول هو أنهم يتمتعوا بمعية ومصاحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم اللي فاتت ولكن من غير ما يكون منهم حد من النبيين أو الصديقين أو الشهداء أو الصالحين ومن غير ما ينال حد منهم في الدنيا درجة النبيين أو الصديقين أو الشهداء أو الصالحين زي ما نالها المؤمنين من الأمم السابقة فأي ظلم أكبر من هذا ممكن يتوصف به وعد الله أن بعض المعارضين لدعوة سيدنا أحمد عليه السلام للأسف فصر لفظ معه في الآية بالشكل ده اللي يحرم المؤمنين من كل فضل ومن كل نعمة وحسب رأيهم يبقى جزاء اللي يطيع الله والرسول هو أنه يتمتع في الجنة بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الأمم السابقة ولكن من غير ما ينال أي درجة من الدرجات دي فلا يكون من بينهم النبيين أو الصديقين أو الشهداء أو الصالحين والبعض يقول لك آه ممكن ممكن حد يوصل لدرجة الصديقين ودرجة الشهداء ودرجة الصالحين ولكن لا يمكن أن حد يوصل لدرجة النبيين وكأن الله تعالى وحاشا لله قد أخطأ في ذكر درجة النبيين مع الدرجات الثلاثة التانية طبعا التفسير ده يعتبر عدوان على كلام الله العزيز وبخص شديد لوعده العظيم لعباده الطائعين له ولرسول الكريم وكمان بيتعارض مع استخدام الحرف معه اللي استخدمه الله تعالى بمعنى من في الآية دي بالذات وفي آية تانية آيات تانية كتيرة لأنه مش معناه الصحبة وبس إنما معناه برضو نوال نفس النعمة أو النعم ونفس الدرجة أو الدرجات اللي المؤمنين بيدعوا الله علشان ينلوها فالله تعالى علم عباده دعاء تاني في سورة آل عمران بيقول فيه إيه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار فهنا استخدم الله تعالى نفس الحرف معه ولكن من الواضح تماما إنه مش معناه توفنا بمعية الأبرار أو توفنا في الوقت الذي تتوفى فيه الأبرار أو توفنا في معية وصحبة الأبرار من غير ما نكون منهم وإنما توفنا مع الأبرار يعني توفنا وإحنا أبرار ويجعلنا دايما في صحبة الأبرار أدعو الله تعالى أن يجعلنا جميعا مع الأبرار مش بس في صحبتهم ولكن نكون من الأبرار إن شاء الله وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته